موسيقى أهلا بكم في قناة الحصة La Science اليوم سأشرح لكم le verbe الفيل بالعربية لكي تفهموه جيدا في هذا الفيديو سنرى كس كن verbe؟ ما هو الفيل؟ ما هو الفيل المصرف؟ ما هو الفيل المصرف؟ ما هو الفيل الغير المصرف؟ والسؤال الاخير والمهم كمان تخوفي البرب كيف نجد الفيل المصرف في الجملة؟ تابعوا الفيديو الاخير الي تتعرفوا على الأجوبة أولا يجب علينا معرفة ما هو الفيل الفيل هو كلمة تعبروا ما هو الفيل؟ أو ايضا يعني حالة المصرفين 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 يتعرفوا على الأجوبات المصرفين وهو كلمة تستخدموا لقول سوكو لن في ماذا نفعل الجملة الأولى الفي مانج الفتاة تأكل هنا عندنا فكرة على ماذا تفعل الفتاة إنها تأكل إذن مانج هو من لفر بمانج لفر بمانج ينتمي إلى لفر باكسين يعني نعرف ماذا تفعل الفتاة يمكن للفعل أن يعبر على ما نحن عليه الجملة الثانية الفتاة تسايدة هنا le verب هو ي يعني le verب اتر ينتمي إلى لفر بيت هنا نعرف ما حالة الفتاة هل هي سايدة؟ هل هي حزينة؟ هنا عندنا الفتاة تسايدة إذن اتر ينتمي إلى لفر بيت هذا هو الفرق بين لفر باكسين و لفر بيت هنا لما عرفت هل هو ينتمي تغييرهو حسب الزمن و حسب فايله نأخذ من تل هنا كما تلاحيدون هنا كما تلاحيدون عندنا الفيل مانجي يعني أكلا مصرف إلى ثلاث أزمين مختلفة الزمن الأول مانجي مصرف في الحادر أو المداري يعني لفر بيت لفر بيت لفر بيت مانجي مصرف إلى المادة المراكب يعني مانجي مصرف إلى المداري مانجي مصرف إلى ثلاث أزمين إذن كتبا لأن توجد قبله نستنتجي إذن لفر بيت الفيل غير مصرف لا يوجد هناك زمن نودي ما نودي ما لا يوجد هناك فايل مثلا لنسي لا نعرف من الذي رقص و كذلك لنسي تنتهي بير يعني بقية الانفينتف الفيل ينقسم إلى قسمان عندنا لرادكال هو جد الفيل الذي لا يتغير مثلا سفل والترمينازون هي نهاية الفيل والتي يمكن أن تصرف أو تبقى غير مصرفة أي أصل الفيل كما تلاحظون عندنا نهاية بير يعني الانفينتف غير مصرفة سفل بير يعني أوبخزون السفلي أعيد إلا سفلي أعيد 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 الآن نمر إلى السؤال الأخير والمهم كيف نجد الفيل في الجملة سأعطيكم حيلا يجب استعمال يعني سوف نحاصر الفيل بـ أختي تغني جيدا هنا عرفنا الفعل الذي هو شانت الفعل شانتي جملة أخرى من كوزن باتين بيان ابن عمي يتزلج جيدا هنا لا أعرف أين هو الفعل سأضيف نبا من كوزن نباتين با بيان إذا الفعل الفعل هو باتين الفعل باتيني وصلنا لنهاية الفيديو الدرس المقبل سوف يكون حول السيجي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك كذلك تفعيل جرس ليصلكم جديد وشكرا على المشاهدة إلى اللقاء المشاهدة